يو كيف الحال؟ سلسلة أفلام الشريك ممكن تعتبر للكثير من كاراتين الطفولة الرهيبة وأنا أكيد أتفق مع هذا الشيء وجدا متحمس الجزء الرابع اللي راح ينزل مش متأكد متى لكن راح ينزل قريب خلال الثلاث سنوات القادمة بس إن شاء الله هنم يعطبونها فهجأ كده يخلونها غي ولا ما تدري تعرف كيف الأفلام من ذي الأيام لازم يحطون فيها لشان متخلف حقتهم ذي في كل ممكن في المقطع اليوم راح نتكلم عن قصة الشريك أو القصة اللي ألهمت شخصية الشريك اللي نشوفها في الأفلام الرهيبة فخلونا ما نطول في المقدمة معكم سعد ولي نبدأ أوه نسيت ما أقول اشتركوا في القناة ونشروا المقطع مع أكثر عدد ممكن عشان ندخل مئة ألف إن شاء الله في أقرب وقت ممكن لنحن إن شاء الله وعدينكم مقطعين رهيبين واحد قصير لكن إن شاء الله راح يكون فيه شيء يأجبكم مقطع ثاني طويل ومتعوب عليه وحتى بدي تشتغل عليه من الحين وحاجة زيادة ادخلوا سيرفونان ديسكورد راح تلاقونه تحت في الدسكريبشن يعني إن شاء الله راح أحاول أكون متفاعل فيه الفترة القادمة يعني إذا حابت تسولف معي أو تقابل ناس رهيبين نفس تفكير يكن تعرف لو واحد يتابع القناة أوكي أنا أنا غير مقنع صراحة لكن أدخلوا ديسكورد أوكي وبس ما أحب أطول عليكم الكلام وأنا أصلا طولته ولكن تعرفون لازم أقول أنا الزبدة زبدة زبدة خلونا نبدأ المقطع ويس وش اللي وايس شونا قاعد أهبت كثير ولكن يلا خلونا نبدأ شرك شخصية معروفة جدا في كل أنحاء العالم وإذا أنت ما تعرف هذا الشيء نعمة غريب ولكن يمديك تابع الأفلام ورح تلاقيها في نتفلكس أو أي موقع فيها فلام أكيد رح تلاقيها هي سلسلة متكونة من ثلاثة فلام ورهيبة جدا وأتوقع أنها رح تجيب جميع الأعمار المختلفة القصة تتكلم عن شرك اللي يعيش في المستنقع وما يحب أي أحد يقرب منه ولكن في يوم من الأيام جميع الشخصيات الخيالية أو الفيري تيلز تجي عند بيته ويضطرون أنه يعيشون عنده لأنه تم طردهم من قبل اللورد فارتكوا أنا متاكد أن يعطبت اسمه ولكن هو كري فيستاهل أن يعطب اسمه وعشان شرك ما يحب أي حد يقرب منه فراح للورد فارتكوا وقال له أنه ويش تبقى أنه يسوي عشان تخلي ذولة يتكلعهم من عندي فقال له ما في مشكلة أنت رح أنقذ الأميرة وجبها عندي وأنا أخليهم ينقلعهم وبالفعل شرك يروح وينقذ الأميرة ونتيني أنه يملاق في القالة الكبيرة ولكن في طريق الرجعة يتعلم أن الحياة فيها أكثر من أنك تتك في المستنقع حقك طول اليوم ويتعلم عنه لصداقة والمحبة والوفاء وبعد النجاح المأهول من الجزء الأول سوى الكثير من المسلسلات اللي منفصلها عنه والجزء الثاني والثالث واحد الحاجة في شرك أنه في كل جزء تقدر تشوف شخصيات مختلفة من الشخصيات الخيالية زي ما قدرنا نشوف سنو وايت والأميرة النائمة وأميرات الثانية غالباً تشوفهم فيها فيلام ديزني بيكونون مرة كيوت وزي كذا ولكن في فيلم الشرك بيكونون يعني مختلفين شوي عداً أنه تابع أنت الفيلم بتفهمش قصدي وتوقع كلنا نتفق أنه لو الفيلم كان بس عبارة عن شرك يحاول أنه يبعد عن الناس وعن أي شي يتحرك في أي مكان وبس يتك في المستنقع حقه طول الفيلم بيكون فيلم موميل جداً ولكن الشي اللي ضحك أنه كيف شرك يتعامل مع الشخصيات المختلفة بطريقتها الخاصة اللي غالباً تكون سلبية وعصبية وبس يحاول يخلي أيحد يبعد عنه بأي طريقة ولو كانت تكلفة الكثير وبالنسبة لي وبالنسبة الكثير من الناس الأفضل شخصية جانبية اللي هو دونكي اللي لو تشوفها في بداية تقول هذا وشرك يعني عبارة عن مغناطيسين يتنافرون عن بعض ولكن في نهاب يصيرون أعزل أصدقاء ولا تسألني كيف واحد مزعج اللعنة هو واحد بس يبقى وقت ساقط طول الوقت وفيه شخصية ثانية اللي هو بوس أو كاتنا بوت أو بوس بوس اللي سوى له أفلامه من فصله وممكن فيلمها اللي آخر واحد نزل يعني نجاح بشكل مجنون لأنه صراحة الأنميشن كان رهيب والقصة كانت أرهب وشخصية شديدة كانت أرهب لفلم مليون ولولا يعني شرك ما كان هذا شخصية موجودة لأنها هي طلعت من شرك بعدين الناس مرة عجبتهم فسووا منها فيلم ثاني وسووا منها فيلم ثالث سووا منها فيلم ثالث أول وثاني إلى آخر حتى سووا منها كرتون موجودة على نتفلكس تابعت منها كم حلقة يعني كان غريب شوي بس يعني حليو وفيه شخصيات كثير ثانية بعد يعني توقع كلنا عجبت نو كانوا يضحكون زي جنجر بريد مان أو البسكوت هذاك وحده بنوكيو اللي جابوه بطريقة متخلفة أو طريقة مختلفة هي متخلفة ومختلفة ثنين في واحد بس خلونا نحن نتكلم عن شرك الفكرة الاساسية من فيلم شرك جات من كتاب كان للأطفال ولكن الكتاب بس كان يتكلم عن شخصية شرك وما كان فيه أي شي زيادة هم بس يعني يخذوا شرك اسم الشرك والشكل له نوعا ما من الكتاب غير كذا ما لها أي علاقة في الفيلم أو سلسلة الفيلم ولكن لو انتبعت الفيلم راح تعرف انه ما فيه أي شي يتكلم عن طفولة شرك أو من وين جاء شرك ولكن في شرك ذي ميوزيكل تكلموا عن هذا الموضوع وزي ما قلت في مسرحية شرك ذي ميوزيكل تكلموا عن طفولته وقالوا انه من يوم ما كان عمره 6 سنوات انفصل من أهله ولكن ما هو انفصل من الأهله طردو كذا عشان هو مشاغب ولا مدري لكن هو يقول ان كذا حياة الأوكرز أو حياة الوحوش الخضر هذولا ان خلاص توصل 6 سنوات هذا العمر اللي خلاص دبر حالك وفي المسرحية روونا ان شرك يم كان صغير ما كان يعرف كيف يدبر حاله نوعا ما وكان كل ما يشوف ناس يقدون يصارخون فيه وكان يخاف منهم وحتى روونا انه يوم كان صغير قدر انه يشوف فيونا ويوم كان صغير له نفس الكلام ويوم ناظر فيها كانت تلوح له ولكن بعدين عرضوا لأهله هو المشافوه صار يصارخون فيه وشالوا بنتهم وهربوا ولاحقا شرك قدر يلاقي المستنقع حقه اللي تكفيه اللي ما سار لحدث اللي يغير كل شي لانه خلح تأثر في المتبدأ اللي هو لما لورد فارد كوا خلق كل المخلوقات الخيالية تجعين بيتها انا متأكد ان اغلبكم يقولوا طب انا دخلت المقطع عشان اشوف الثمنيل محاط واحد يشبه شريك وتقولوا وهذا هو جي لك لك بيت يتزفدأ لا انا بتكلم عنها الحينة ولا تخافون لكن بس عبيت اوضح من هو شريك وكيف شريك وسلسلة فلام شريك والاخر والشخص هذي اللي كان موجود في الثمنيل اسمه موريس هو شخص روسي وعنده مرض معين يخلي شكله زي كذا ضخم وايديه كبيرة ومشعر لفل مليون وشكله غريب ويعتبر مخيف ومع ان موريس روسي ومن اب وام روسيين مع ذلك ولد في فرنسا وعاش طول حياته في فرنسا ولاحقا قدر انه يدخل في المصارعة هو عالم المصارعة وسار اسمه مرة معروف ومشهور بسبب شكلها الغريب وفي نفس الفترة اللي موريس كان مرة مشهور فيها في يوروبا وامريكا تم نشر الكتاب المعروف بشريك وانتم تعرفون لما تكون شخصية تودية بدين خللون هذه اليدية راح يكون شي مرة مختلفة لما كانوا ينحتون شكل شريك بشكل يعني بدائي تم التصريح من النحاتين انهم كانوا مرة مهتمين في اشكال الملاكمين او المصارعين القدامة اللي كانت اشكالهم جدا جدا ضخمة وغريبة ومن اللي عنده هذه المواصفات اكثر من موريس وانتم بتحسون ان موريس يوم كان صغير كان نفس الشكل بل لا يوم كان صغير كان شكله طبيعي وكأي طفل عادي ولكن لما وصله عمره 19 تم تشخيصه بمرض باسم وسبب المرض هذا ان احد الغدد تصير تطلع الكثير والكثير من هرمون النمو اكثر من احتياج الانسان العادي وهذا السبب اللي يخليه شكله زي كده ولكن انت غالبا تتوقع ان شكل موريس الغريب وحجمه الغير منطقي لاغلب الناس راح يخلي حياته جدا سيئة ومرح يقدر يسوي اي حاجة يعني يتبرز اسمه او انه يصير عنده كرير ولكن موريس اسكت الجميع ورواه منه يقدر ويكون افضل من كثير من الناس واللي اكتشف موهبته في المصارعة هو مصارع سابق وكان عنده القاب كثيرة باسم كيلر كارل وهو شاف الموهبة هذه في موريس وعرف ان عنده اسبقية على الجميع وبالفعل لما دخل موريس عالم الملاكمة او المصارعة كان بطل عالم وكانوا الناس من كل جميع انحاء العالم يجون عشان يتابعونها وهو يلاكم وموريس كان البطل العالمي للأي دبليو اي في الحجم الثقيل لمدة سنتين متتاليتين ومع ان موريس يوم كان صغير كان يتمنى انه يكون محامي مع ذلك قدر يستفيد من شكلها الغريب وقدر يستفيد بشيء الايجابي وما سوى زي الكثير من الناس اللي بس يروحون للسرك اللي يحطون فيه الناس الغريبين او الاشياء الغير طبيعية في الناس وبس يصيرون الناس يضحكون عليهم وهذا شكل غريب وبس وحرفيا تتعامل لكل كحيوان ولكن موريس قدر انه يستفيد من شكلها الغريب في الملاكمة زي ما شفتم وبس هذا كم مقطع اليوم اتمنى انها اعجبكم وزي ما قلتلكم اشتركوا في القناة عشان نصر مئة الف في اقرب وقت ممكن وقلوا لنا وش افضل جزء من اجزاء الشرك النسبة لكم وهل تتوقعون انه الصدق موريس كان الالهام لشخصية شرك او هذي بس مجرد صدفة جدا 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 غريبة اذا تتفق معي وتحس انه يابهم اخذوا الهام من موريس حط لايك واذا ما تتفق بعد حط لايك ايه لازم تحط لايك لا خاصم زيح امشي انك تشترك لايك مهم ولكن اشتراك اهم فبس كان معكم شاعد ومع الشلامة